وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من عاصمة الفرنسية باريس مفادة الفيزيون المصري علاء رشوان علاء ضعنا في أجندة زيارة الرئيس السيسي اليوم لباريس نعم بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرو يزور سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الفرنسية باريس ليعقد قمة ثنائية بين الرئيسين يصدفها قصر الإليزي في تمام الساعة الثانية عشر والربع من ظهر هذا اليوم بطبيعة الأحوال قمة ثنائية تأتي في وقت دقيق تمر به القرى الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط بالعديد من التحديات التي تفرض على العاصمتين القاهرة وباريس رفع مستوى التنصيق وتعزيز التشاور بينهما على كافة الأصادر سواء فيما تعلق ببحث القضايا ذات الاهتمام المشترك أو فيما تعلق ببحث سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين الدولتين على كافة الأصادر خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري جملة من القضايا والموضوعات سوف تكون على طاولة البحث بين الرئيسين في مقدمتها كما شرنا قضايا المستجدات الإقليمية في المنطقة وتتصدر أزمة الطاقة التي تمر بها القرى الأوروبية مباحثات الرئيسين كما هو معروف أوروبا تعيش حالة من القلق منذ نحو خمسة أشهر بعد تفجر الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات الطاقة من الغاز الروسي إلى القرى الأوروبية من هنا بدأ بحث القرى عن بدائل جاهزة لتوفير هذه الإمدادات ومن هنا يأتي دور القاهرة التي اطلعت بدور محوري طوال السنوات القليلة الماضية في رفع كفاءة وتأهيل البنية التحتية الخاصة بتصدير الغاز المسال عبر ميناء إدكو ودميات لتوفير هذه الإمدادات كما أيضا اطلعت بدور محوري استباقا لكل هذه الأزمات التي تعيشها المنطقة بتأسيس وإعلان غاز شرق المتوسط الذي يضم العديد من الدول المؤثرة واللعبين المركزيين في قضية الطاقة تحديدا أيضا كما هو معروف القاهرة كانت وقعت اتفاق مع المفاوضية الأوروبية الشهر الماضي يقضي بتسهيل مرور وعبور الغاز الطبيعي المصري بعد عادة تسهيل عبر دول الجوار إلى كل دول جنوب القرى الأوروبية ومن ثم إلى كل دول القرى التي تمر بهذه الأزمة العنيفة التي تضرب بالاقتصاد الوطني في كل دول القرى العجوز هناك أيضا العديد من قضايا التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي نتحدث عن استثمارات فرنسية في السوق المصرية تجاوز حجمها الخمسة مليارات يورو أكثر من 380 شركة فرنسية تعمل بالسوق المصري يتوفر أكثر من 350 ألف فرصة عمل للشباب المصري هناك توقيع لاتفاق كبير في يونيو من العام الماضي بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووكالة الفرنسية للتنمية لضمان حجم تمويل أو محفظة تمويلية يتجاوز مقدارها 3.8 مليار يورو يتم ضخ هذه الاستثمارات على مدار أربعة عوام قادمة في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وغيرها من القطاعات الحيوية الهامة والضرورية للاقتصاد المصري هناك أيضا العديد من مجالات التعاون بين القاهرة وباريس سواء فيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وأيضا التعاون العلمي والثقافي والسياحي وكل هذه القطاعات الهامة التي سوف تكون محل البحث بين الرئيسين أيضا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشتركة التي تؤثر بسلب على منطقة الشرق الأوسط وحالة الأمن والاستقرار في دول حوض البحر المتوسط من بينها تطورات الأوضاع في ليبيا انطلاقا من الدور المحوري الذي تطلع بي القاهرة في التقريب بين الفرقاء الليبيين أو استضافة الاجتماعات السياسية والأمنية والعسكرية للتقريب بين الفرقاء الليبيين وحالة الأزمة الليبية فرنسا أيضا من خلال ترأوسها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي تطلع بدور هام في حالة هذه الأزمة إلى جانب أزمات أخرى بالمنطقة نتحدث عن الأوضاع في كل من سوريا العراق اليمن أيضا على مستوى جهود مكافحة الإرهاب بعدما تحقق من نجاحات للدولة المصرية في تخطي هذه العقبات بالإضافة إلى قضية منع الهجرة غير الشرعية وهي أيضا القضية الهامة التي تلقى اهتمام كبير داخل المجتمع الأوروبي وتلقى أيضا إشادة باتجاه الدور المصري الذي نجح في منع تسبب الهجرات عبر شواطئه أو عبر شواطئ الدولة المصرية وحدودها منذ عام 2016 هذا الأمر يلقى إشادة وترحيل بالغين من المجتمع الأوروبي ومن فرنسا تحديدا هناك أيضا عدد آخر من الملفات التي سوف تكون محلة للنقاش في مقدمتها أيضا قضية التغيرات المناخية اتساقا مع الدور المهم الذي لعبته فرنسا في إطلاق اتفاقية باريس والتي وقع عليها أكثر من 160 دولة وفي ضوء أيضا استعداد مصر للاستضافة قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ جالكسو 27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل مرورا بقمة جالكسو واتفاق الأطراف ذات الصلة على ضرورة الحد من تأثيرات التغيرات المناخية والتحول باتجاه إنتاج الهيدروجين الأخضر من هنا يبرز دور القاهرة ومصر بشكل عام في خططها التي استعدت بها لتحول اقتصادها أو تحول اقتصادها لاستخدامات الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة وما تم إنجازه على أرض الواقع بما يؤهلها للعب دور مهم في هذه القضية وما يؤثر على الاقتصاد سواء الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد الأوروبي بشكل عام الذي ينظر إلى القاهرة على أنها مورد هام من موارد الطاقة النظيفة والمتجددة كل هذه القضايا والموضوعات وموضوعات أخرى سوف تكون محل للبحث والنقاش في القمة الثنائية التي يستضفها قصر الأليزي بين الرئيسين الرئيس الأسيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو هذه القمة التي سوف تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر والربع من بعد ظهر اليوم قمة كما أشرنا تأتي في وقت دقيق تتناول العديد والعديد من الملفات سواء فيما يتعلق منها ملفات التعاون السنائي على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري أو فيما تعلق منها ببحث مستجدات القضايا والأوضاع بالمنطقة من انطلاقا من ترقص فرنسا كما أشرنا الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي وانطلاقا من الدورة المهم والمحوري الذي تلعبه القاهرة في محطة الإقليمي نعم دينا شكرا لك موفد التلفزيون المصري علاء رشوان شكرا جزيلا لك